كأنها ثقافة عامة مش ثقافة مصرية ولا عربية بس ده صح إن الأسرة إذا كانت فقيرة فالأولوية في التعليم للولد مش للبنت حتى لو كان الولد مش فالح وبيهرب من المدرسة وحتى لو كانت البنات هما اللي بيتصدروا دايما نسب الأوائل تقريبا في كل سنة في الشهادات العامة أعتقد إن مش الثقافة فقط أنا أعتقد إن السياسات لعبة دور كبير جدا فإن الحراك الاجتماعي دايما والثقافي بيحدث من وجود تعليم جيد والتعليم الجيد إذل يوصل في الستينات والسبعينات خمسينات والستينات والسبعينات بشكل كويس جدا للقرى والمناطق الشبه الريفية لكن تم تراجع عن جودة التعليم أو عن إن يبقى فيه تطوير في التعليم بشكل كويس يمكن بدءا من منتصف التمنات وبدأت ثقافة تانية موجودة تكون أكثر شيوعا وهي فكرة إن يدخل التعليم ضمن الخاص خاصة ولكن بطريقة من الباب الخلفي يعني تبقى هناك في مصر فيه ستة أنماط من التعليم تصوري في دولة فيها ستة أنماط من التعليم ما فيش دولة في العالم يعني قدرة إنها تقدر تعمل تماسك مجتمعي قوي ألا لما بتبقى تعليم الأساسي بالتحديد متجانس متجانس لا تحت قوة الدولة الدولة تضم كل أبنائها الموجودين في هذه المرحلة السنية في تعليم الأساسي بتدائي وإعدادي تحت سيطرتها مش سيطرة تحت اشرفها توجهها لا أنا عايزة أقول كمان وتحت حمايتها يعني تحميها من برامج تعليمية وبرامج دخاء داخل التعليم وتحسين تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية دي مهمة الدولة بالدرجة الأولى طب أنا عايزة أسأفهم من حضرتك يعني دولة أنا عايزة بس أقول هنا أن لو بصينا على المدارس في بريطانيا أو في أمريكا دول دول من الدول اللي هي اللي برالية اللي بنسميها يعني في شقل يعني في مجال مش الدول الشركية أو الشمولية التعليم هناك جودة عالية جدا لكل أنواع التعليم في المحرارة البتدائية لجميع أبنائها بغض النظر على أن قدرتهم الاقتصادية قدرتهم الاقتصادية هو بيبني بيبني جيل جديد يستثمر في مستقبل وبعد كده بيسيبه بعد كده يقدر يعمل مبادراته ويقدر ينمي نفسه يطور يكمل بقى هو السنوي لكن حتى لو ما كملش يبقى على الأقل في حد أن قوي قوي وقف عليه لكن نحن إلى الوقت نشوف التعليم الأساسي الموجود في المدرس الحكومية هو تعليم بينتج أنه بيطلع لحد السنوي ما يعرفش يكتب اسمه ودي مشكلة مشكلة جديرة